لو الحكاية فيها إن ذيك الصحة تكشف حقيقة استيراد دم ملوث بالإيدز أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة الإدعاءات الواردة بفيديو تداوله بعد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشان استيراد مصر وحدات دم ملوثة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة الإيدز من إحدى الدول الأجنبية وأوضحت الوزارة في بيان لها أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة ويمر بإقراءات وقائية من قبل وزارة الصحة والسكان وفقا للمعايير العالمية في هذا الشأن مضيفة إلى أنه يحضر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان بالتأكد من سلبيتها لمراض الالتهاب الكبد الوبائي ومرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز ويتم تحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة عن طريق وزارة الصحة للتأكد من سلبية وحدات الدم أو مكوناته أو مشتقاته من الأمراض السابق ذكرها وأشارت الوزارة إلى أن أرصدة الدم بكافة المستشفيات الحكومية هي من دماء مصريين بفضل وعي مصريين وتبنيهم سياسة التبرع بالدم كما تؤكد الوزارة على وجود أرصدة ومخزون استراتيجي كافي بجميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين عدم الإنسياق وراء هذه الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة حرصا على سلامتهم حتى لا يقع فريسة لمروجي الشائعات كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتدي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل أن أشر معلومات مغلوطة لا تسند إلى أي حقائق وتؤدي إلى البلبلة الرأي العام